للتحليل والقراءة ينضم إلينا من بيروت سيدة زكريا حمودان الكاتب والمحلل السياسي سيد زكريا شكرا لك لتوجودك معنا على شاشة الغد واسمحنا أن نبدأ من أحدث التطورات ما حدث وهو الاستداف الأول للعاصمة بيروت حديدا منطقة الكولة وهذا الاستداف وما ينتج عنه من توابع برأيك الدلالات السياسية والعسكرية التي تريد إسرائيل أن توصله إلى لبنان في هذا التوقيت يعني برسالة واضحة من العدو الصهيوني هذا الاستهداف يشير بأن جميع الأراضي اللبنانية قابلة للاستهداف لا يوجد ضوابط أبدا لدى العدو الصهيوني في أي استهداف للبنان وهذه إشارة واضحة بأن اليوم الاستهداف في الكولة ربما لاحقا نرى استهدافات في الشمال وفي الوسط والاستهدافات مفتوحة على كل الاحتمالات وعلى كامل الجغرافية اللبنانية زكريا سيد زكريا في هذا التوقيت يبدو أن المعادلات تأخذ معترك جديد وفي هذه الزاوية الجميع يتساءل هل سيستمر هذا السيناريو على حاله ضربات مكثفة في الضحية اختيالات لشخصيات وأهداف ترها إسرائيل بكذا مبرر وحجة هدف لها في كل الأماكن المتواجدة وكل أرض المعمورة في محيط لبنان كلها هل هذا السيناريو سيستمر على هذا الوتيرة؟ شوف أنا بتقديري يعني بأنه في هذه المعركة هذا السيناريو كلا لن يستمر لأنه لا شك أن العدو الصهيوني أثبت بأنه يمتلك خزان معلومات وقدورات على مستوى الاستهدافات التي يقوم بها مما يشير بأنه يجب على الجبهة داخلية اللبنانية أن تتأقلم مع التكتيكات التي يتبعها سيد زكريا اسمح لي أن نعلق على هذا الخبر الذي أتى على الشاشة على العجل الذي يقول أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تعلن مقتل ثلاثة من عناصرها في الغارة الإسرائيلية على منطقة الكولة ببيروت إذن اتضح أن المستادف هم شخصيات قيادية من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في منطقة الكولة في بيروت في العاصمة بيروت ما يقرب من 15 دقيقة من منطقة الضحية في هذا الاستهداف الذي يعد الأول خارج محيط الضحية الجنوبية وكان الاستهداف موجه إلى أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والذي أعلنت عن استشهاد ثلاثة من عناصرها في هذه الغارة الإسرائيلية على تلك المنطقة وكانت هي أحد المباني المتواجدة في الكولة وهي منطقة مقتضة بسكان تقع على مقربة 15 دقيقة من الضحية وتعد في محيطها الجغرافي من داخل العاصمة بيروت كما ذكرنا استهداف أولي بالطبع أولي في هذه الفترة لكن من قبل كانت لبنان على اتساعها وعاصمتها كانت مرتعا لغارات إسرائيلية على طوال المواجهات مع إسرائيل سيد زكريا إذن الاستهداف كان موجه إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ثلاثة من عناصره كانوا مستدفين من قبل إسرائيل لماذا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بنظرك تم استهدافها وبالطبع هنا استهداف ليس موجه بالتحديد إلى حزب الله تفضل سيد زكريا يعني لكي نكون واضحين بواقع الداخل اللبناني اليوم وبذهنية الكيان الصهيوني الذي يخوض هذه المعركة بمواجهة على كامل الأراضي اللبناني لكل من يصب له العداء فلذلك اليوم جميع الاحتمالات مفتوحة ليس من الشرط أن تكون الاستهدافات في إطار فقط في قيادات حزب الله أظن أن الحزب قياداته وإطار الحزب مستهدف بالإضافة إلى الجانب الفلسطيني بالإضافة إلى ربما تم استهداف سابقا قوات الفجر كل من يشارك في هذه المعركة هو معرض للاستهداف الكيان الصهيوني يمتلك داتا معلومات وقدرات تقنية هائلة لا بد والتوقف عنده لأن هذه التقنيات هي التي تجعله يصل إلى هذه الأدف ويصل إلى كل هدف في مكانه وفي التوقيت الذي يجد هو مناسب ربما يتبع أمور تتعلق بالتكنولوجيا والاتصالات ويستفيد من الذكاء الاصطناعي وربما في نفس الوقت يستفيد من بعض المعلومات الاستخباراتية الرئيس الأركان الإسرائيلي قال أن هذه هي الطريقة لإضعاف حزب الله وإضعاف من يكون أو يكون في صف ويقف في صف حزب الله هذه هي الطريقة لإضعاف حزب الله استداف الشخصيات هل وجهت النظر الإسرائيلي صحيحة بنظرك سيد زكريا؟ أعتقد أن الجيش العدو الإسرائيلي يخطئ عندما يقارب المواجهة مع فصال المقاومة كالمواجهة مع الجيوش الكلاسيكية اليوم المواجهة مع فصال المقاومة وتثبت التجربة في قطاع غذة والتجربة في حرب لبنان في العام 2006 بالإضافة إلى المعارك السابقة سيف الكدس وما إلى ذلك جميعا تثبت بأن المواجهة مع فصال المحور المقاومة مختلفة أنا بتقديري نحن نعيش في هذه المرحلة التاريخية في هذه المرحلة الكثير من المراقبين يرون بأن المقاومة تعيش بتتلقى الضربات في لبنان أستطيع أن أقول لك انطلاقا من معلومات ومعطيات دقيقة بأن هذه الضربات حتى الآن هي في إطار المعرك وأن المقاومة ومحمر المقاومة في لبنان وفي المنطقة ماذا في أفضل حال وهو استهداف أعضاء الجبهة الشعبية سيد زكريا الجبهة الشعبية الفلسطينية إسرائيل تقول رسالة وربما هذا ما تود إسرائيل أن تقوله من خلال هذه الرسالة ابتعدوا عن حزب الله اتركوه سواء كنتوا مدنيين أم حتى منخرطين في جبهات مقاومة حتى لو كانت هذه الجبهة الجبهة الشعبية لتحرير الفلسطين أيا كان عنوانها فهل هذه الرسالة التي تريد إسرائيل أن توصلها تركوا لنا حزب الله تفرق الجبهة يعني صراحة يعني الكيان الصهيوني عندما يستهدف فيادات فلسطينية هو يحرس الشارع الفلسطيني على المواجهة والانخراط في هذه المواجهة وهنا أسمح لي أن أقول لك هذه الرسالة والمعلومة الدقيقة في هذا الإطار في حال دخل العدو برا إلى لبنان سيكون هناك مشاركة فلسطينية كبيرة في المواجهة هذه المعركة معركة كبيرة هذه المعركة ليست تقليدية هذه المعركة ما زالت في بداياتها وهذه المعركة مفتوحة إذا العدو أراد 11 شهر ليدخل إلى غزة ولم يصل إلى أهدافه في قطاع غزة أنا أعتقد بأنه خلال أسابيع وأتمنى أن يتم تثبيت هذا الكلام الذي أقوله خلال أسابيع ستكون خلال أيام ستبدأ المعادلة للانقلاب بعكسياً تجاه العدو وسيبدأ يتلقى الضربات خاصة إذا أتى في البر بالإضافة إلى أن استخدامات المقاومة للأسلحة الموجودة لديها في المنطقة وليس فقط في لبنان ستتطور تدريجياً سأعود لهذه النقطة